من مواضيع الحقيقة اللي حبيتونا نطرحوها وحبيتونا نحكيوا عليها ولازمنا نحكيوا عليها اللي هي الأضاحي اللي هو الأسواي من بتاع العلوش اليوم الكيلو جرام العلوش بقديش يتبيع واللي زاد يبيعوا أكثر من 300 دينار هل يعتبر مخيل مخالف للقانون أم لا نستقبل مع بعضنا رئيس الغرفة الوطنية للقصابين سيد أحمد العميري صباحا نور سيد أحمد هلا يخليك سيد أحمد يعطيك ألف ألف صحة كما قلت لك اليوم الضجيج المجتمعي تونس لك اليوم حديثهم على الأضاحي حديثهم على العلوش تعالعيد حديثهم على القشارة زادة من ناحية حديثهم على المربي من ناحية أخرى اليوم انتم كغرفة وطنية للقصابين بون أنا شوف تصريح ليك قلت اللي بيع كيلو جرام العلوش بأكثر من 3 و40 دينار يعتبر مخالف هكا ولا ليه؟ معقول بي ناخد رأيكم على الأسعار ناخد رأيك على اللي ساير توفها بخصوص العلوش بسفة عام شوف تصفية؟ أي بالقداء فيما خص الأسعار بتاع 43 دينار هذي قرار أخرج من سيدة وجود التجارة رأوا بالقانون رأوا فصل أربعة يقول لك فيم اثنين يخذأ بخطر نظر علي أحكيم فصل اثنين من هذا القانون وقضى مقاومة زيادة المشتة وأول أن يرفع الأسعار يمكن بموجب قرار من وزير مكلف بالتجارة اتخاذ الجرايات وقتية تتبرره حالة إزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية سوق حالته غير العادية بارزة في قطاع معين على أنه يتجاوز مدة تطبيق هذا قرار 16 هذية فصل أربعة من الزائد الرسمي صفحة 2770 التي أخذته سيدة الوزيرة لماذا أخذ رقات السويم مشتة العلوش ماشي لسلتين دينار في العيد مقاومة معقول نحنا نددنا له غالية في الأسعار ونحبه الحم في كل دار هذه من ٢٠٢٢٢٠ حملنا وقت حتى يأخذ موضوع التجارة وتكلمنا في العلية وتكلمنا اليوم نحبه السويم معقولة هذه السويم هذه نحنا ما هيش في صالحنا رأينا نحنا للمواطن ينجم تمني يتزود لنحن نجم ونخدمون بيعوه لكن نحنا كينا بشوه للبطوار ننقاوه الحم من بين ٥٤٦٤٠ دينار من بلاسته نحن 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 نقدمه وتكون الأسعار من ٤٠ دينار عملنا جلسات مع تحد فلاحين ونحن نحن 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 ن ما عادش ما زلنا ايامات معدودة على العيد. نجمو نشوف اللي هو بش يتيح السوم العلوش اكثر نجمو نطمنو طوينسا نقل لهم لباسرة وان شاء الله بش يتم اتخاذ اجراءات اخرى بش يزيدي تيحوا شوية السوم هذا وإلا بش نبقوا في نفس النساق. قد يعطيك صحف اني شوف هي فما مبادرة صارت تيما اينا حبيتها تني شكون تني بشاركة ناسة كلها تكون في جميع الولايات. هي اللي قامت بها توزرة التجارة. في مني في توريد في علوش محلي بتاعنا روح. ايه. معدل كيلو بواحدة وعشرين وتسعمائة الكيلو. الجودة ممتازة. الجودة دية العادة كلها في مني ديما تجيز شركة اللحوم ونخدموا عليها. فيمني. لحبة ذات فيمني اه كان جيتها ذيا فيمني اه في جميع الولايات. الله غالب. فيمني العلوش بواحدة وعشرين وتسعمائية كيلو. برا بور من اربع وعشرين لسبع وعشرين ديناري موجودة في بعض الشيات. موجودة. موجودة. احرام. انت تشوف حتى اليموش هو ما كانش يخدر في القطاع الزاية. واليوم ولا يا ربي ولا يبيع وعمل بسكولة. فمني ما هو جورة ماذا يا. هاو المشكلوية. الدخلية اللي احنا خليناها وعملنا خليناها مساحة فمني مش يدخل القطاع الزاية. خطر كان فما التزمية الفلاح بش ينخرج السلعة بتاعه. الاتحاد الفلاحين ويمشي طول فمني شاركة اللحوم. ولا يمشي طول الكبار اللي تتعمل بالدولة. ما يمشي وش مرقا ومش هذو ما. ما نرقا ومش. اللي ما تختمش عليها. وانا ندر التعليم خدش من عام. اليوم ما نقول ندا. فمني للأطبال ناجح وقول طلسة الكبرى ولو ناس اقرب. اللي موجود في قريب طلسة الكبرى بالعلوش بواحد وعشرين وتسعة مية من شاركة اللحوم. فمني ارى وفما تقريب من مية وخمسين وميتين وخمسين دي فرينسة للرحبة. وللقشرة. ايه واضح. واضح جدا يعطيك الصحة سيد احمد شكرا لك على المداخلة مشكور من جديد ان شاء الله هي ركزين. كان معنا رئيس الغرفة الوطنية للقصابين احمد العميري مشكور جدا هذا حديثنا في الشأن المجتمعي. وحكينا عليه شوي اخر نحكيه سياحة نحكيه مع سيد احمد بالطيب نحكيه على الشفر اللي قلت لكم عليه قبيلة شوية. نحكيه على تسعة الاف سائحة اللي وصلوا ما عندهمش برشة الى ميناء حلق الوادي في رحلات سياحية بحرية.